اشتركوا في القناة التي صدرت عن العراق عن دول العالم والعراق من ضمنها سنجد عمق الخيب وعمق الخراب الذي حل بالعراق يعني عمق السقوط الذي صار إليه العراق بأمريكا وإيران ومن يحكمون العراق هؤلاء هاي المجموعة الثلاثية التي دمرت العراق أمريكا وإيران وكل هذه الأحزاب والقوى والميليشيات التي حكمت العراق منذ عم 2003 لحد الآن واقع الحال هذا وحتى لا نتهم بأننا يعني نتجنى عليهم وأنهم دولة مثل ما يقولون وبنينا الدولة وخادي العامر يطلع يقول لنا بنينا الدولة ورئيس الوزراء يتحدث لنا عن دولة ومؤسسات وكلها كذب 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 سأتحدث عن مجلة معروفة والعالم كلها يعرفها اللي هي مجلة سيو ووردز الأمريكية هذه المجلة اللي هي اسمها سيو ووردز الأمريكية متخصصة بالإحصائيات إحصائيات الدولية في كل المجالات على كل المستويات سوي إحصائيات وتنشرق واستحدث فقط عن أربع إحصائيات طبعاً الإحصائيات كثيرة كثيرة جداً جداً وكلها فيها العراق وكلها عندما تقرأها وتبحث عن مرتبة العراق ستجد مرتبة العراق في أدنى ما يمكن من حيث السوق في قمة السوق وفي أدنى ما يمكن في التقدم والنهوض من الأشياء التي يعني تدمي القلب الحقيقة يعني هذا العراق الذي كان ناهضاً كان لديه تجربة بغض النظر وهذا ليس دفاعاً عن نظام ولا دفاعاً عن حتى لا يقال هذا الكلام لكن كل العراقين يعرفون كانت في العراق تجربة أكو موجودة بغض النظر عن من يحكمهم ملكي جمهوري لكن كانت أكو تجربة كان أكو بناء كان أكو زراعة كان أكو صناعة كان أكو نهوض كان أكو تعليم كان أكو خدمات كان أكو رعاية صحية كان أكو اتمام كل شيء كان موجود كل هذا انتهى الحقيقة وتجربة كاملة ومسحت مسعن واجتثت مثل ما يعجبهم هذه العبارة عبارة الاجتثاث لأن فكرهم أن يجتثون كل شيء الحقيقة فأتحدث عن فقط أربعة إحصائيات ذكرتها هذه مجلة سيو وورد الأمريكية فتحدثت عن أن العراق آخر شيء عن أن العراق من ضمن الدول الأكثر فساداً في المستوى العالمي وهم يقولون الآن سياستنا الاقتصادية وسياستنا الدولة والمعرف منه وغيرنا وجبنا حكومة جديدة وسنة صار لنا ووصلنا إلى مستوىات هذه صدرت في الفترة الأخيرة تحدث عن العراق من بين الدول الأكثر فساداً على المستوى العالمي والمجلة بالإحصائيات وهذه نشرت يوم 15 تشرين الثاني 2023 يعني 15 دعش قبل أيام قليلة نشرت هذه الإحصائية تحدث أن هناك 30 دولة في العالم هي الأسوأ في الفساد في العالم العراق من بين الدول الألثان هذه برقم 23 من أصل 30 دولة هي الأكثر فساداً في العالم فانظروا هذه الإحصائية عن ماذا تتحدث وهم عن ماذا يتحدثون انظروا عمق الفساد والكذب والادعاءات الباطلة التي يتحدثون بها الفساد بأعلى المستوىات العالم الآن أكثر من 190 دولة العراق بالمرتبة 23 في الفساد من بين 30 دولة الأكثر فساداً في العالم هو المرتبة 23 في أدنى سلم الفساد في قعد الفساد وتحدثت المجلة أن الفساد متفشي في العراق في كل المفاصل وقالت أن العراق من بين البلدان التي تعيش صراعات طويلة طويلة الأمد ولديها ظروف مدمرة كونها من البلدان الغارقة بالفساد هي ربطة بين الصراعات الموجوزة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقتال والعشائر وكل هذا القتال والذبح والخطف بالفساد ربطت بين الفساد والعنف وقالت أن الفساد هو أساس العنف يعني فالعراق يعني بلد بعنف رهيب لأن الفساد بي رهيب بالحصائية الثانية تحدثت المجلة عن أسعد الشعوب في العالم وتحدثت يمكن عن 115 دولة والعراق في المرتبة 109 يعني من بين الدول العشرة الأكثر فساد أكثر كآبة وقهرا وحزنا في العالم ربما يعني أقل من هذا بالمراتب الأخيرة هي قالت العراق في المراتب الأخيرة من الشعوب الأكثر قهرا وحزنا تحدثت عن شعوب سعيدة طبعا السعادة هذه لا تأتي اعتباطا يعني مو لأن نعدهم فرقة دقلهم وناس يركصون وناس يضحكون لا لا السعادة تأتي من رفاهية من احترام حقوق الإنسان من الدراسة الجيدة من التعليم الجيد من الوضع الصحي الجيد من الرعاية الصحية الجيدة من النظام من الهواء الغير ملوث من الخدمات التي موجودة من الأمن والأمان والاحترام من جواز السفر المحترام من الوضع الاقتصادي الجيد هذا كل يخلق السعادة من المجتمع المتصالح مع نفسه ما بي أفكار سيئة ما يشوفون وجوه سيئة ما يشوفوا نكذب ما بيكذب ما بيه هذا كله يؤدي للسعادة سعادة المجتمعات وعكس هذا يؤدي للحزن والكآبة والقهر وهذا ما عليه العراق بإحصائية ثالثة تحدثت المجلة أنه العراق وزير الصحة يتحدث عن إيران سنة فتتح مستشفيات مدري منه وبعد سنة نحققنا ما المجلة تتحدث عن الرعاية الصحية فتقول العراق بإحصائياتها من أسوأ الدول بالرعاية الصحية عالمية وضعت العراق من بين أكثر ثلاثة دول هي الأسوأ في العالم بالرعاية الصحية لا حول على قوة الله بالله كان الناس يجون للعراق حتى يطببون بالعراق لأنه أفضل الأطبابي أفضل المستشفيات أفضل الرعاية الصحية الآن فقط فقط العراقيين الذين ذهبون العام أول عام قبل عامين صدرة الإحصائية فقط العراقيين الذين ذهبوا للهند ليجراء فحوصات وعمليات صرفوا في الهند هناك أكثر من خمسمائة مليون دولار لأنه ماكو ماكو علاج بالعراق ماكو مستشفيات مستشفيات مقابر فالعراق من بين أسوأ تلت دول بالعالم بالرعاية الصحية تحدث ولي عن نهوض وبنينا وسوينا ومراكز صحية كذبه شنوه كذبه شنوه الأحصائية الرابعة تتحدث عن جواز السفر العراقي هذا الجواز اللي هو يعبر عن وزن دولتك عن احترام وهيبة دولتك وهوية دولتك واحترام الآخرين لدولتك وعلاقتها مع العالم ونظرة الآخرين لهذه الدولة كنا قبل رغم حتى السفر كان قليل والعراقين ما يسافرون كثير لكن عراقين من يسافر لأي مطارات يحترموه وجواز العراقي من يقدمه العراقي لأي موظف بجوازات الدول في أي مطارات في أي منفذ حدودي يقدم الجواز العراقي يلقى الاحترام والتقدير والتأشيرة المناسبة ويدخل بكل احترام وكل هيبة الآن العراق عندما يجون العراقيين يطلعون على الصفحة ويذلون ساعات ينتظرون وحتى في دول عربية ينتظرون ساعات وربما لا يدخلون لهذه الدولة ومو صوش هذه الدول ولا صوش لكن العراق ما بيه هيبة ما بيهوية ما بيشكل ما بي دولة حقيقية يحترمها تحترمها دول العالم الأخرى وتحترم جوازها فلذلك يتحدث في هذه الإحصائية أن الجواز العراقي من بين الأسوأ في العالم يعني بالمرتبة الثانية في قائمة الأسوأ بعدنا بس أفغانستان يعني أسوأ جواز إلا بعدنا بس أفغانستان أسوأ من عدنا من كل دول الدنيا هذا ماذا يدل؟ هذا يدل على أن هذا المستوى الذي وصله إليه العراق هذا وضع العراق الحقيقي هذه فقط أربع إحصائيات تدلل على هذا الوضع فمن يتحدثون عن بناء وهذه كذبة كبيرة من دمر العراق إيران وأمريكا وأنتم من تحكمون العراق منذ عام 2003 إلى حد الآن من أوصل العراق إلى هذا المستوى أنتم وأمريكا وإيران هذا واقع الحال الحقيقي وهو المطلوب أن يبقى العراق ضعيفا مهمشا يتغول عليه الجميع ولا يحترمه أحد فاقد لهويته وسمعته واحترام الآخرين إليه مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزاء المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة